الملكة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود حفظه الله ورعاه عهل المملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه لا يسرنا كثيرا أن نبعث إلى مقام أخينا العزيز حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود معبرنا عن خالص تهانينا وتبركاتنا بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليكم حفظكم الله مقاليد الحكم في بلدنا الغالي المملكة العربية السعودية كما ونود أن نغتنم هذه المناسبة لتأكيد اعتزازنا بقيادتكم الحكيمة لمسيرة التقدم والازدهار بكل العزيمة والاقتدار مهنئين الشعب السعودي الشقيق بدوركم الرائد في نهضة واستقرار بلدنا العزيز مهبط الوحي وأرض الرسالات وإنه لموضع الفخر ما تحقق على يديكم من إنجازات على صعيد تأكيد وحدة الصف العربي وتوثيق عرى التضامن الإسلامي في ظل ما تواجهه المنطقة والعالم بأسره من أخطار جسيمة وتحديات فضلا عن تعزيز مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية المشروعة كما ويطيب لنا في هذه المناسبة المباركة التأكيد على اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين بلدين الشقيقين وبالدعم المتواصل الذي تلقاه البحرين من شقيقتها المملكة العربية السعودية متمنين لبلدنا المملكة العربية السعودية مزيدا من النهضة والتقدم والنماء في ظل قيادتكم الحكيمة دعين الله سبحانه وتعالى يحفظكم ويسبغ عليكم مفور الصحة وطول العمر لمواصلة دوركم الوطني الكبير الذي نعتز به كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء مملكة البحرين